أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ونبتدي هذا المجلس بتفسير سورة العصر هذه السورة التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا سورة العصر لكفته وذلك لأنها انتظمت أسباب النجاة من الخسران فمن عمل بها وأداها وقام بحقها نجى من النار واستقامت حاله وسعد في الدنيا والآخرة يقول الله عز وجل في هذه السورة التي هي من السور المكية والعصر أقسم بالعصر واختلف فيه فقيل العصر الذي هو الوقت المعروف في مساء كل يوم ما بين صلاتي الظهر إلى المغرب وقيل العصر الزمان وعليه أكثر مفسرين يعني أقسم الله بالزمان وسبب الإقسام بالزمان أن الزمان هو محل النجاة والخسران فمن نجى فلاستغلاله الزمان ومن خسر فلأنه لم يستغل ذلك الزمان في طاعة الرحمن فمحل العمل ومكانه هو الزمان فعلى الإنسان أن يستثمر هذه النعمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان أي جنس الناس كل الناس خاسرون ليس منهم من أحد إلا والأصل خسارته وهلاكه لأننا نقول بالعموم بسبب الاستثناء لأنه لو كانت إن الإنسان الكافر لفي خسر ما صح الاستثناء إلا الذين آمنوا إذن كل الناس في خسار إلا من توفرت فيه أربع صفات الأولى إلا الذين آمنوا صار عندهم إيمان صدق صادق والإيمان مبناه على العلم يعني عرف الحق وصدقه وقبله وهذه هي حقيقة الإيمان أن تعرف الحق وتقبله وتذعن له ثم قال وعملوا الصالحات أتبعوا الإيمان بالعمل فلم يكن إيمانهم مجرد تصديق قلبي بارد لا ينتقل إلى الجوارح ولا يظهر أثره على الأركان ولذلك حقيقة الإيمان عند أهل السنة تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان أو بالجوارح لا بد من هذه الثلاثة أن تجتمع ليصح إيمان العبد وليس الإيمان هو أن تعرف فلو كان الإيمان أن تعرف لكان إبليس من المؤمنين ولا استوى الناس في هذه القضية وهذه عقيدة المرجع ومنح نحوهم من أهل الضلال نسأل الله العافية والسلامة قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يكون العمل صالحا حتى يكتمل فيه شرطان أن يكون صوابا وأن يكون خالصا أن يكون خالصا لله عز وجل لا رياء فيه ولا عجب ولا شرك وأن يكون صوابا على السنة فتنظر في كل عمل تتقرب به إلى الله توافق به السنة وموافقة السنة تكون في ستة أشياء الأول موافقة السنة في الزمان والثاني موافقة السنة في المكان والثالث موافقة السنة في الكم والرابع موافقة السنة في الكيف والخامس موافقة السنة في الجنس والسادس موافقة السنة في السبب في الزمان أن يكون الزمان للعبادة هو الزمان الذي شرعه رسول الله يعني ما تصلي الظهر قبل وقتها ما يصح لو تصليها أخشع صلاة ما قبلت منك وفي المكان أن يكون في المكان الذي شرعه الله شرعه لك رسول الله هل يمكن تطوف على غير الكعبة لا بد أن يكون الطواف في المكان الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يمكن تقف في غير عرفة لو تقف ألف يوم واقف وتحت الشمس وتدعو الله وتبكي ما قبل منك حج إذا لم تكن في المكان الذي شرعه رسول الله وفي الكم يعني العدد الذي شرعه رسول الله لا بد أن توافقه لو صلى إنساننا الظهر ثمتي عشرة ركعة قال نعم يعني اليوم والله أحببت الصلاة وزدت ربنا سبحانه وتعالى حقه علينا عظيم بدل أربعة نحط ثم عشر يقبل تبطل الصلاة لو زاد عليها ربع ركعة فلا بد أن توافق السنة في الكم ولا بد أن توافق السنة في الكيف كيفية إقامة العبادة لو أن إنسانا طاف بالبيت سبعة أشواط لكن جعل الكعب عن يمينه يصح لا بد الكيفية التي وردها رسول الله لو صلى الإنسان وقال ما دام السجود هو أفضل شيء أنا أول شيء أبدأ بالسجود ثم القيام ثم الركوع يصلح لا بد أن توافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكيف كيفية العبادة وفي النوع أو الجنس جنس ما تتعبد به لا بد أن يكون مشروعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أردت الأضحية والأضحية ما تكون إلا من بهيمة الألعام قال واحد أنا والله أفكر من السنة هذه أضحي بفرس قيمتها مئة ألف ريال نقول ما تصح لماذا لا تصح أليست الفرس أفضل وأغلى ثمنا وأحسن قلنا إنما تكون الأضحية من بهيمة الألعام هذا هو الجنس الذي شرعه رسول الله والسبب وهو أن يكون السبب الذي شرعت في العبادة من أجله مشروعا فمثلا متى نصل الظهر لأنه دخل وقتها سبب دخول الوقت نصل الظهر دخل رمضان ليلة الواحد من رمضان نصوم رمضان هذا هو سبب الصيام فلو جاء الإنسان واخترع سبب من عنده قال أنا كل ما سمعت أذان الديك أقوم أصلي لله أربع ركعت طب ليش قال لي أنها رأت ملكان والديك يعني حيوان طيب وحب أني إذا ذكر الله أذكر الله لكن تصلي أربع ركعات من الذي جعل سبب صلاة الأربع ركعات سماع الديك من الذي جعل صوت الديك سببا لأربع ركعات ما يصير لازم يكون السبب الحامل للعبادة مشروعا لو أن إنسانا قال كل ما أسمع بوري سيارة المنبه حق السيارة أنا أقول دائما سبحان الله والحمد لله ولا يله لا الله والله أكبر من الذي جعله بداية الذكر هو منبه السيارة لماذا تجعله سبب للذكر قل أنا أذكر الله عز وجل في كل وقت يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ما أحد يقول لك لا هذا سبب مشروع لكن لا لما أسمع منبه السيارة أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله لله والله أكبر نقول هذا سبب غير مشروع وبهذا يكون العمل صالح قال الله عز وجل وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا بالحق ولا يحظ قوله تواصى تواصوا هذه صيغة تفاعل أنت توصيني وأنا أوصيك أنت تأمرني وأنا أمرك أنت تنهاني وأنا أنهاك ولا بد من هذا ولا يكون الناس سعداء وأخيارا ومن أمة الخيرية إلا إذا تواصلوا ولذلك انظروا الآن ما سبب كثرة الفساد فساد في الأعمال والأحوال والأموال والأغذية فساد في المطاعم وفساد في التجارات وفساد في الوظائف وفساد في الأموال وفساد في الدول والحكومات وفساد في كل شيء ما السبب أن الناس صاروا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يقيمنا أمر الله عز وجل ولا يوصي بعضهم بعضا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني وصى بعضهم بعضا بالصبر لأنه ما من موص يوصي بالحق إلا يصيبه شيء من اللوم ويصيبه شيء من الأذى على وصيته بالحق ولذلك يتبعون الوصية بالحق الوصية بالصبر كما قال لقمان لابنه يا ابني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك لماذا واصبر على ما أصابك بعد وامر بالمعروف وانهى عن المنكر لأنه لا يكاد إنسان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر إلا أصابه شيء من العذاب سنة الله في الآمرين والناهن فمن ظن أنه إذا أمروا نهى أن الناس تشكروا أو تصفق له تقول جزاك الله خير الله يكثر في المسلمين من مثالك هذا واهم هذا يحصل لله الحمد ولكنه ليس هو الأصل الأصل أنك تقول للناس يقول لك أسكت ثم صارف إلى شغلك ما لك تدخل لا تدخل عصك فيما لا يخصك لكم دينكم وليا دين ما عليك مننا ستقول إذا قال لك هذه الكلمة وما هو أشد منها وقد تؤذى بالسجن وغيره فتصبر وتواصل بالصبر أي وصى بعضهم بعضا بالصبر سواء كان هذا الصبر أو ما هو أعظم وأكبر منه أن يتواصل بالصبر على طاعة الله الصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة فهذه الأربعة هي أسباب نجاة الناس من الخسر من عملها نجأ ومن أخفق في واحد منها فهو على شفا هلك فاسألوا الله العافية ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الهمزة وقد اختلها فيها هلية مكية أم مدنية والظاهر أنها مكية قال الله عز وجل فيها ويل لكل همزة لمزة ويل اختلف فيها على قولين عند المفسرين فقيل إنها كلمة تهديد ووعيد وهذا ما جاءت عليه في الاستعمال عند العرب إذا قالوا ويل لك يقصدون بها التهديد والوعيد بشيء مخوف مخفي على الإنسان ويل لك يعني انتظر منا عذابا يحل بك وقيل ويل واد في جهنم وهذا القول يستند إلى آثار في صحتها نظر ولهذا نحن نقول القول الأول أصوب والعلم عند الله لمن قال لكل همزة لمزة الهمزة اللمزة اختلف فيه المفسرون على طريقتين منهم من يقول الهمزة اللمزة شيء واحد يقال فلان همزة اللمزة يعني هما وصفان لموصوف واحد مقترنا لا يفترقان ويقصد به الطعان العياب الذي يطعن في الناس فلان ما فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان مسكين وفلان فقير وفلان مذموم وفلان مشؤوم وإلى آخر يطعن في الناس ويعيبهم هذا هو الذي توعده الله عز وجل بقوله ويل لكل همزة اللمزة أي طعان عياب فالوصفان لشيء واحد وقيل كل وصف منهما لموصوف فالهمزة للطعان واللمزة للمغتاب وقيل الهمزة الذي يهمز الناس بوجهه واللمزة الذي يلمز الناس بلسانه كما قال الله عز وجل في سورة التوبة الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وعلى كل سواء قلنا باجتماعهما أو افتراقهما المقصود بهذه الآية أن الله يبين أن كل طعان عياب ذمام للناس مغتاب لهم يشتغل بتحقيرهم والسخرية منهم توعده بالويل والثبور ثم زاد في وصفه فقال الذي جمع مالا فهو يجمع لكنه لا ينفق مهمته أن يجمع ويحسب كم حصلت اليوم ماذا عندي كم سيصلي في نهاية العام كم سأحصل بعد عشر سنوات ماذا سيكون لي فهو يعيش في وهم الأرقام دائما من رقم إلى رقم الذي جمع مالا وعدده يعني يعده مرة بعد أخرى ويحسبه حسابا دقيقا لا يفوت عليه منه شيء بهذا نعرف يا إخواني إن شدة حرص الإنسان على المال تظهر في جمعه للمال وفي كثرة تعداده له فإذا كان المسلم ينفق بلا عدد ولا حساب ولا يبالي بما أنفق ما دام أنه ينفق لله عز وجل على زوجه وولد وأهل وأقارب وزملاء وجيران وفي طاعة الله وعلى نفسه فيما هو يعينها ويروضها لله عز وجل فإن الأولى به ألا يحسب ولا يكتب قال النبي صلى الله عليه وسلم أحصي أأنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك لا تحصي فيحصي الله كم أنفقت سنة هذه أنا تصدقت بخمسة آلاف وحاسبها كم طلع ما دم تحصي ترى يحسب عليك حتى لينزل من السماء يحسب عليك أما إذا أنفقت هكذا فإنه لا يحسب عليك يعني تعطى بلا حساب قال الله عز وجل الذي جمع مالا وعدده قيل عدده أي عده وقيل عدده أي جعله عدة للأيام الشديدة والصعبة والمعنى ينتظمهما يحسب أن ماله أخلده يحسب أن هذا المال هو الذي سيبقيه ويخلده كلا ردع وزجر لهذا الذي جمع ماله وعدده ويحسب أن ماله أخلده وهو همزة لمزة كلا لا ينبذن أي لا يطرحن من كانت هذه حاله يعبد المال ويسخر من الناس ويتكبر على عباد الله لا ينبذن والنبذ بمعنى الطرح والإلقاء بغير مبالاه لا ينبذن في الحطمة النار التي تحطمه وتكسره وتهرسه هرسا فلا تبكي منه شيئا قال الله عز وجل وما أدراك من الحطمة أي شيء تلك الحطمة إنها شيء عظيم مهول ثم قال مبينا حقيقتها نار الله الموقدة نار الله العظيمة التي أوقد عليها ثم أوقد عليها ثم أوقد عليها مئات وألوف السنين حتى أصبحت سوداء مظلمة هذه النار هي التي تنتظر هؤلاء الذين يجمعون ويحسبون ويعدون ويهمزون ويلمزون ويستكبرون على عباد الله ويسخرون إنها موقدة له وانظروا كيف نسب النار إلى الله ليبين هولها وعظم أمرها شيء المنسوب إلى الله والمضاف إليه لا بد أن يكون شيئا عظيما قال التي تطلع على الأفئدة يعني يصل حرها وسعيرها إلى أفئدتهم وقلوبهم فإن قلت لما لم يقتصر على جلودهم قيل لأن الأعمال المذكورة في هذه السورة أعمال قلبية فأولها همزة لمزة يهمز الناس ويلمزهم لأنه يسخر منهم ويحتقرهم فهذا عمل قلبي وجمع مالا وعدده ويحسب أن ماله أخلده هذا حرص منه وشراهة على الدنيا قد وقعت في قلبه فهو سيكافأ عليها بأن تأتي نار فتدخل جوفه فتحرق مكان ذلك الحب وذلك الحرص وذلك الكبر وذلك الحقران والسخرية من الناس قال الله عز وجل إنها عليهم أي تلك النار المحطمة الموقدة مؤصدة أي مطبقة لا يستطيعون أن يخرجوا منها ولا أن يفلتوا ولا أن يجدوا نفسا يتنفسونه من خارجها في عمد ممددة إما أن يكون يعذبون في عمد فهم يقرنون بعمد من النار وهذه العمد طويلة جدا كطولهم لأن خلق الكافر في النار يضاعف ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام ومقعده من النار كما بين مكة والمدينة لا يعظم خلقه إلا لينال من العذاب أعظم مما ينال وأعظم مما يتوقع حتى يصلى بهذه النار صليا نسأل الله العافية والسلامة قال في عمد ممددة أو تكون هذه النار المؤصدة مؤصدة في عمد ممددة أي قد أوصدت في عمد من الحديد قد مد عليها حتى لا يمكن أن تفتح ولا أن يدخل شيء من الخير عليهم من أبوابها ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الفيل قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول هذه السورة تذكر لأهل مكة ومشرك قريش بنعمة الله عليهم وتخويف لهم من عذاب الله أن ينزل بهم أما تذكرهم بنعمة الله عليهم فهذا عدو غاشم وذو قوة منيعة وصاحب في الأفيال مال العرب عهد بها جاء فاستسلموا وعلموا أنهم لا طاقة لهم وهم أشجعوا العرب لا طاقة لهم بحربه فسلموا البلد له كاملة ما بقي إلا أن يدخلها من دون أن يضرب فيها سهما واحدا فأنزل الله عز وجل عقوبة من السماء ليس للناس عهد بها وهي أن جاءت طير أبابيل فرمت هؤلاء أصحاب الفيل بالحجارة التي خرقت رؤوسهم ثم أزادهم ثم أفيالهم حتى بلغت الأرض فتركتهم صرعا ليس فيهم نفس منفوسة تخبر عنه قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أي اعجب وعجبهم ألم تر ما صنع الله بهم لقد صنع بهم أمرا عجيبا وانظروا كيف أضافهم إلى الفيل بأصحاب الفيل أضافهم إلى الفيل لأن الفيل خير منه الفيل لا يفعل إلا ما خلق من عجله ولذلك لما وقف وأمر أن يتجه إلى الكعبة أبى أمر أن يتجه إلى الشام مشى أمر أن يتجه إلى اليمن مشى أمر أن يتجه إلى نجد فمشى يؤمر أن يذهب إلى الكعبة فلا يتجه فجعلهم أصحاب الله لكن لما ذكر الكلب في قصة أصحاب الكهف جعل الكلب مضافا إلى الفتية وكلبهم باسط لراعيه بالوسيد لأنه تبع للمؤمنين والكفار يضافون إلى الحيوان ولا يضاف إليه قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لهوانهم على الله ألم يجعل تقرير وتعجيب ألم يجعل كيدهم ومكرهم الكبير الذي جاءوا به في تضليل أي في خسار وضلال وهلاك وذهب وأرسل عليهم من عنده سبحانه وتعالى حماية لبيته طيرا أبابيل طيرا أبابيل جمع جمع إببيل وأبول أي جماعات متفرقة كثيرة يتبع بعضها بعضا جاءت لا يدر الناس كيف جاءت هذه الطير تحارب وتقاتل في سبيل الله تقتل أعداء الله فلا تخطئ من أمرت بقتله وجاءت بحجارة قال ترميهم بحجارة من سجيل أي من طير من طير متحجر فجعلهم كعصف ماكول أي جعلهم الله عز وجل كنبات قد أكل فتهشم بعدما ديس وأكل ما عد بقي منهم إلا أشلاء ممزقة بسبب تلك الطير التي جاءت فضربتهم بتلك الحجارة وهذا حق قد عرفه المشركون وقدم الله بهذه السورة ليمتن على قريش وأهل مكة وأهل البيت ويقول لهم لماذا لا تعبدوني فأنا الذي حميت البيت جاء أبو طالب إلى أبرهة عندما جاء بأفياله وقال إن أصحابك هؤلاء قد أخذوا إبلي قال رد على عبد المطلب إبلا ثم قال له إني عجبت منك يقولون إنك سيد هذا الوادي وجئت طالب بإبلك ولم تطلب شيئا غير ذلك لم تطلب أن تردني عن البيت قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه فكان المشركون يعرفون أن هذا بيت الله وأنه لله وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه وأن من اعتدى عليه فالله وحده هو الذي يكفي بيته ويحمي كعبته من أن ينالها أحد بسوء وبالفعل نزلت تلك الطير على هؤلاء فقتلتهم وفرقتهم وجعلتهم شذر مذر قال الله عز وجل ننتقل بعد ذلك إلى سورة قريش وهي سورة مكية على الصحيح وقد قيل إنها مدنية قال الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أي جعل الله رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش أي لاجتماعهم وتعالفهم كي يجتمعوا في البيت ويبقوا فيه فسخر الله لهم رحلتين رحلة في الشتاء إلى أرض اليمن لأنها أدفى ورحلة في الصيف إلى أرض الشام لأنها تكون أهيأ لطيب هوائها فيتاجرون مرة من أرض اليمن ومرة من أرض الشام ومعنى قوله لإيلاف قريش إما أن تكون فعل الله بأصحاب الفيل ما فعل لأجل إيلاف قريش فتكون هذه السورة مرتبطة بالسورة التي قبلها وهذا القول قال به جماعة وقد أنكره الإمام الطبري في تفسيره وقال مادام فصل بين السورتين بسم الله الرحمن الرحيم فلا ارتباط بهذه السورة بهذه السورة والقول الثاني إعجبوا لإيلاف الله عز وجل لقريش رحلة الشتاء والصيف ومع ذلك لم يعبدوا رب البيت الذي أيا لهم هذا الخير فعبدوا الأصنام والقول الثالث فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش يعني ليعبدوه من أجل أنه آلفهم بهاتين الرحلتين ورزقهم بها ويسرها لهم لأنهم في أرض غير ذات زرع فمن أين يأتيهم الرزق من أين تأتيهم المكاسر كيف يأتيهم الناس قد هيأ الله لكم خيرا ورزقا عظيما ومنة كريما فاعبدوا رب البيت قال الله عز وجل إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وكان للمشركين رحلتان رحلة في الشتاء إلى عرض اليمن ورحلة في الصيف إلى عرض الشام ورؤي عبد عباس أنهم كانوا في الشتاء يكونون في مكة وفي الصيف يكونون في الطائف وهذا غير صحيح لأنهم لا يرحلون في مكة ليس عندهم رحلة حتى يقال إنهم يرحلون إلى مكة فليعبدوا رب هذا البيت أي ليعبد الله الذي يعلمون أنه رب هذا البيت وقد جاءهم في السورة السابقة ما يدلهم على أنه بالفعل هو رب هذا البيت فهو الذي حماه ودافع عنه عندما أقدم عليه أو قدم إليه أعداؤه يريدون هدمه وإبادته فليعبدوا رب هذا البيت ثم بيّن أسباب صرف العبادة لله وهي أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهذه هي أصول النعم إذا وجد الإنسان الطعام والأمن هاتان النعمتان هما أصول النعم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافاً في بدنه آمناً في سربه أو في ثربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا يعني كل ما يفوتك من الدنيا بعد هذه الأمور الثلاثة عافية البدن وأمن البلد والطعام الذي هو قوتك في اليوم والليلة فما فاتك من الدنيا فهو أمر يسير لا شيء فيه الدنيا مبناها على هذه الأمور الثلاثة من جاءته فهو في تمام النعمة وعليه أن يتم الشكر لله عز وجل ومن نقص عليه شيء منها فليسأل الله عز وجل أن يتمه له قال الله عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة المعون قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين ناحبوا يا إخواني أن هذه السورة جاءت بعد سورة قريش التي ذكر الله عز وجل فيها شيئا من نعمه على أهل مكة وهنا يحاسبهم على هذه النعمة ويقول اصرفوها في طاعة الله كيف تجعلون النعمة سببا للتكذيب بيوم الدين وسببا لمنع المعون وسببا لترك الصلاة وسببا للمرآة والله هو المنعم المتفضل وكيف لا تقابلون النعمة عليكم بأن تكرموا اليتيم وتحضوا على طعام المسكين فكل هذا من ربنا سبحانه وتعالى تذكير بنعمه علينا وبيان لسبيل شكرها كيف نشكرها قال الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين هل عرفته وعلمته هذا الذي يكذب بيوم الجزاء والحساب والدين هو الجزاء والحساب فذلك الذي يكذب بالدين هو الذي يدعو اليتيم لأنه إذا كذب بالدين لم يحسب للآخرة عسابا فهو إذا تمكن من اليتيم دفعه عن حقه وأخذ المال الذي بيده ولا يخاف من نار ولا يرجو جنة ولا يخشى لقاء الله ولذلك همه الدنيا الآن تماما كما تفعل الدول الغنية الكافرة بالدول الفقيرة المسلمة خصوصا وغير المسلمة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة أو إيمانهم بها أصبح إيمانا باهتا وكأنه لا إيمان هم يحرصون على أخذ الأموال التي بأيدي هؤلاء الناس واستنزاف الخيرات التي في بلاد هؤلاء الضعفاء ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة ولا يخافون من نار يستقبلونها أو جنة قد لا يحصلونها أو رب يلاقونه يوم القيامة قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أي يدفعه عن حقه دفعا ولا يحض على طعام المسكين أي لا يحث نفسه ولا غيره على إطعام المساكين والمسكين هو من ذل بسبب فقره لأن المسكنة هي الذلة ولا يحض على طعام المسكين ولاحظوا يا إخواني كيف أنه ذكر الحظ على طعام المسكين لأن طعام المسكين ليس مقدورا عليه إلا من ذوي الإحسان ومن ذوي اليسار لكن الحظ على طعام المسكين مقدور عليه من كل أحد فأنت فقير لكنك تقدر أن تحظ غيرك على طعام المسكين تقول لأخيك الغني انتبه لجارنا هذا الفقير ولصديقنا هذا الذي عليه دين ولأخينا هذا المقطع تنبهه وتدله وتحثه على ذلك ولو لم يكن بيدك شيء فالذي يحاسب عليه الإنسان أشد هو أن لا يحث وهذه خصلة قد قلت في المسلمين مع كل أسف وهي من التواصي بالحق ومن التواصي بالمرحمة الذي ذكره الله عز وجل في سورة البلد فقال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فلنتواصي يا أحبابي بالمرحمة قال الله عز وجل فويل للمصلين هذا تهديد من الله عز وجل ووعيد للمصلين لكن هل يكون مصلي؟ لا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهوا الذين سهوا عن الصلاة بالكلية فلا يؤدونها أو سهوا عن الصلاة فلم يؤدوها في وقتها الذي أوجب الله فهم يضيعونها حتى يخرج وقتها ومع الأسف قد ابتلي المسلمون في هذا الزمان ببلاء عظيم وهو تأخير الصلاة عن وقتها وتأخير الصلاة عن وقتها من أخطر الأعمال وأشدها يا إخواني لأن من العلماء من يرى أن الصلاة لها ميقات كما أنه لا يجوز فعلها قبل ميقاتها لا يجوز فعلها بعد ميقاتها إلا من عذر فمن أخر الصلاة كمن يضع الساعة على الساعة السابعة وقت الدوام ولا يصلي ويقوم لصلاة الفجر فإن هذا لا تقبل منه صلاة الفجر ولا يقضي صلاة الفجر ماذا يفعل؟ نقول يستأنف من جديد ويعده بعض مشايخنا كافرا بتركه وتعمده لترك صلاة واحدة حتى يخرج واخدها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ونحمد الله أنه ما قال في صلاتهم لو قال في صلاتهم ساهون لدخلنا نحن في هذا الويل نسأل الله العافية والسلامة ولكنه قال عن صلاتهم يعني يسهون عنها بالكلية أو يسهون عن وقتها المفروض والمشروع من قبل الله عز وجل قال الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون أي إذا عملوا العمل طلبوا رؤية الناس يريدون من الناس أن يرواهم وهم يصلون وهم يصومون وهم يصدقون وهم يبنون المساجد يقول بني على نفقة فلان ابن فلان يريد بذلك أن يذكره الناس ويشكره أما من كتب ذلك وهو لا يريده أو قد مات وكتبه أبناء فلا شيء عليه في ذلك والمعول عليه نية الإنسان وإخلاصه وصدقه مع الله لا ما يظهر ولذلك لا يجوز أن تحكم على إنسان أنه مرائي أو غير مرائي فالله وحده هو المطلع على النيات قال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يمنعون فضل الله عن عباد الله ومثل بالماعون لماذا؟ لأن منع الماعون ليس فيه ضرر على الإنسان ولا نقص من ماله أنت عندما يأتيك إنسان ويقول لو سمحت أعطني هذا الكأس أشرب به من الماء البارد الموجود في المسجد ما الذي يضرك؟ إذا أعطيته إياه فذهب وشرب ثم رده لك هل نقص من الكأس شيء؟ فإذا منعت الماعون دل ذلك على بخلك وقلة نفعك وضع في غيرتك في الخير ما عندك ذرة من ضمير كما يعبر المعاصرون لكي تصدع الخير للغير وقد استدل العلماء هنا على وجوب العارية لمن طلبها من مستغن عنها من طلب منك حاجة وأنت مستغني عنها ما تحتاجها وقال أريدها على وجه العارية أستفيد منها ثم أردها إليك قدر إناء للطبخ فنجان كرسي أي شيء كتاب يريد أن يأخذه ليستفيد منه ثم يرده إليك قال بعض علماء يجب عاريتهم وما دمت مستغنيا عنه قال ويمنعون الماعون أن يمنعون فضله فهم لا يعبدون الله ولا ينفعون عباد الله بل إنهم لتكذيبهم بالدين يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين نسأل الله العافية والسلامة ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الكوثر قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اختلف في هذه السورة هل يمكية أو مدنية وهناك أدلة تدل على أنها مكية وأدلة تدل على أنها مدنية والظاهر والله أعلم أنها مكية ولكن تجدد نزولها في المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفى مرة ثم استيقظ فقال أنزلت علي آنفا سورة ثم ذكر سورة الكوثر نهر أعطاني للأعطانيه الله عز وجل ثم تلى هذه السورة عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنه تجدد نزولها مرة أخرى في المدينة قال الله عز وجل ممتنا على رسوله قال إنا أعطي ماك الكوثر والكوثر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر أعطاه الله إياه وهذا النهر هو النهر الذي يمد حوضه يوم القيامة يمد من الكوثر له ميزابان وعدد آنيته كنجوم السماء وهو أعلى أنهار الجنة وقال بعض علماء إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير وهذا تفسير أعم من التفسير المذكور أو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع من اجتماع التفسيرين فيقال إن الله من رحمته وتفضيله لعبده محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الخير الكثير النبوة والتفضيل على العالمين والمقام المحمود وأن الله سيعطيه حتى يرضى ويشفعه ويجعله في أعلى الجنان وأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأن الله قد فتح له الفتوع ونصره وأيده وأمته هي خير الأمم وأكثر الأمم كل ذلك ما أعطاه الله لمحمد ومن الكوثر أي الخير الكثير الذي أعطاه الله محمد ذلك النهر الذي سيكون لمحمد صلى الله عليه وسلم في الجنة لكن كل عطاء يعطيه الله لنبيه لا بد أن يتبعه بما يكون شكرا لذلك العطاء مما يدل على أمر عظيم وهو أن كل نعمة تتجدد لك ينبغي أن تحدث في مقابلها شكرا وعملا اعملوا آل داود شكرا قال إنا أعطيناك الكوثر طيب ماذا بعد ذلك فصل لربك أكثر من الصلاة مخلصا لربك وبدأ بالصلاة لفضلها وعظيم منزلتها ومحبة الله لها فليس شيء من الأعمال أحب إلى الله من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنبعكم بخير أعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله هذا في الذكر لكن في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في الذكر والصلاة هي أساس الذكر لأنها ذكر بالبدن وذكر بالقلب وذكر باللسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمستقل ومستكثر يعني خير شيء وضعه الله لعباده وإذلك شرعت على أنحاء متعددة صلوات خمس ورواتب ونوافل وقيام ليل وصلاة كسوف واستسقى وحاجة واستخارة وركعتين الطواف واذا بعد يا أخواني ذكروني ووتر والضحى وسنة الوضوء لماذا بهذه الطريقة لمحبة الله إياه فكأنه يقول يا عبدي متى أردت أن تناجيني وأن أفتح لك أبواب السماء وأن أستمع إليك فقل الله أكبر تلقاني وهذه فرصة لا تلقاها عند ملوك الدنيا متى ما أردت أن تلقى الله الله أكبر تلقى الله قال الله عز وجل فصل لربك وانحر أي انحر له سبحانه وتعالى أي اذبح نسيكتك له وحده وليس لأحد سواه كما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وانحر إن شانئك هو الأبتر أي إن مبغضك ومعيرك يا محمد هو الأبتر الذي سيبتر الله ذكره في الدنيا ويبتر الله الخير عنه فلا يصل إليه من الخير شيء نسأل الله العافية والسلامة ولذلك كل مبغض لرسول الله يبتره الله ويقطع الله ذكره كل من أبغض رسول الله أو حارب دينه أو اعتدى عليه فإن الله عز وجل يبتره انظروا يا إخواني كم هي المؤامرات والمكايدات على رسولنا صلى الله عليه وسلم ففي كل مرة يتآمرون لكي يشنؤوه ويبغضوه يبغضوه إلى عباد الله يرفع الله ذكره ويعلي أمره عليه الصلاة والسلام ويسلم بسبب ذلك أناس كثير ويحصل الناس من التعرف عليه ومحبته ما لم يحصل لهم قبل ذلك ثم ينسى الناس هذا الأبتر أو هذا الشانئ المبغض فلا يذكروه ولا يعرفوه نسأل الله العافية والسلامة وبهذا نأتي إلى ختام هذا المجلس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر